موسيقى التراسة في علم الاجتماع تعد أعام وأشمل في الباقي العلوم الإنساني العلوم الإنسانية التراسة الإنسان في المجتمع أيها علم lattikinar علم الإنصاروبولوجيا فلما هتكلم على علاقة علم الاجتماع بهذه العلوم بقول أن الدراسة في علم الاجتماع أعم وأشمل من معظم هذه العلوم ليه؟ علم الاجتماع بيدرس المجتمع ككل في سباته وتغيره وبيدرس الإنسان وعلاقته بالمجتمع بينما يدرس كل علم من هذه العلوم جانب واحد أو جانبين على الأكثر من جوانب المجتمع المثال كده إيه؟ زي المركب الكيميائي عندي المركب الكيميائي للمياه مركب من غازين هم الهايدروجين والأكسوجين لما بيتفعلوا مع بعض بينتج عنهم جزء المية اللي بتختلف خصاصه عن الغازين المسكورين نفس الكلام برضو ان كل علم من العلوم الإنسانية بيدرس جانب من الإنسان والمجتمع بينما يدرس علم الاجتماع حصاد التفاعلات بين هذه الجوانب من ناحية وبينها وبين الإنسان من ناحية تانية طيب هل معنى كده ان الدراسة في العلوم الأخرى هتغنيني عن علم الاجتماع أو العكس بقول لا طبعا بنفس القدر لا تغني دراسة علم الاجتماع عن هذه العلوم ولا تغني دراسة هذه العلوم عن علم الاجتماع عشان احنا في علم الاجتماع ممكن نحتاج الاستعانة بالعلوم التانية لكن العلوم التاني بيبقى فيها درجة أعلى شوية من التخصص لإقامة وحدة فكرية شاملة حول الإنسان والمجتمع نبدأ مع علاقة علم الاجتماع بالفلسفة نيجي بقى عند الفلسفة والفلسفة لما تيجي تتقابل مع علم الاجتماع هتقول له يا ابن روح العبايت هاتليك كدير يعني ايه كلام ده انا يوم مقارن الفلسفة يا أولاد انا مقارنش الفلسفة بعلم الاجتماع ولا علم الكيميا ولا علم الفيزياء ولا علم التاريخ ولا اي علم الفلسفة دي راس عيلة زي ما العلوم لها راس عيلة اسم العلم فانا لما كارن الفلسفة اقرنها بالعلم فبقول ايه في العلاقة بين علم الاجتماع والفلسفة ان الفلسفة اقدم من علم الاجتماع الفلسفة نمت في بلاد اليونان القديمة طب ان ورد في العصور الوسطى ازدهرت في القرن التمنتاشر قبل ميلاد علم الاجتماع على ايد اوغاستو كونت يبقى معنى كده ان التاريخ والنشأة والعراقة والقدم في الفلسفة اللي نشأت قبل الميلاد على عكس علم الاجتماع اللي نشأ في القرن التمنتاشر طيب الفلسفة وعلم الاجتماع نوعين مختلفين من جهد العقل الانساني يبقى انا عايز اعرفك اهي الجهود اللي انتاجها العقل الانساني في الجهد الفلسفة العقلي وفي الجهد العلمي المادي انا ما اتكلمش عن علم الاجتماع انا اتكلمت عن علم بصفة ايه؟ عامة عشان كده بقول أن الفرق بين الفلسفة وبين علم الاجتماع هو هو الفرق بين الفلسفة وبين العلم الإمبريقي وكلمة إمبريقي يعني واقعي أو مدي العلوم الإمبريقية هي العلوم الواقعية سواء كانت طبيعية أو إنسانية يبقى لما قارن الفلسفة أقارنها بالعلم ما قارنهاش بمين؟ بعلم الاجتماع طيب بيتفقوا مع بعض في إيه؟ وبيختلفوا في إيه؟ بيتفقوا أن سواء الفلسفة أو العلم بيحاولوا الاثنين وصف الواقع وتفسيره وبيعتمدوا على ملاحظة الوقائع ويستدلوا منها على تعميمات يعني الاثنين بيوصفوا الواقع وبيفسروه بس الواقع المادي ده اختصاص علم الواقع المعنوي الكليات زي الخير العدالة الأمانة ده اختصاص فلسفة الاثنين بيلحظوا الوقائع والاثنين بيوصلوا لتعميمات من هذه الوقائع طيب بالنسبة للاختلاف الفلسفة بتختلف عن العلم وليس عن علم الاجتماع بس عن كل العلوم في مستويات التجريد والمعالجة يعني ايه مصطر مستويات التجريد والمعالجة في العلم احنا الاثنين بيلحظوا وبيوصلوا لتعميمات بقول ان تعميمات العلم بتتعلق بميدان محدد داخل هذا العلم من خلال بحث وقائع وظواهر وحوادث فردية في هذا العلم او بالاكتر علم كمان مرتبط به ده غير ان التعميمات دي بتستمد دون التسليم باي معاوستوى عالي من المعرفة المجردة يعني مثلا علم الفيزياء لما بيقول المعادن تتمدب بالحرارة دوت استند الى حالات مادية داخل علمه من خلال تجارب اجريت على عينات من المعادن واصبح التعميم داخل علم الفيزياء اما مستوى التعميم والتجريد في الفلسفة فارقوا اعلى بكتير لان الفلسفة بتسعى لفهم الحقيقة في صورة كلية يعني الفيلسوف بيشرع في ملاحظة مجموعة وقائع جزئية ثم يجرد هذه الوقائع من مديتها ويقدم تفسير عام لا يقتصر على هذه الوقائع فقط بل يشمل كل الوقائع في اي زمان واي مكان زي ما بيستخلص معنى للصدق معنى للامانة معنى للاخلاق انا بشوف مواقف جزئية وبخرج بمفهوم للاخلاق بخرج بنظرية في الاخلاق يبقى النظريات في الفلسفة اكثر عمومية وشمول وتجريد من النظريات في العلم تاني حاجة معنا هنشوف العلاقة بين علم الاجتماع والانسربولوجيا الانسربولوجيا يعني احد ولاد علم الاجتماع يعني الانسربولوجيا هي علم دراسة الانسان من خلال النظم الاجتماعية اللي بتكون منها المجتمع سواء كان نظام اسري او نظام اقتصادي او نظام سياسي طيب بتهتم بايه؟ بتهتم بالعادات والتقاليد اللي بتشكل ثقافة المجتمع بتدرس اللغة عناصر الثقافة سواء كانت مادية او غير مادية وايضا تهتم بدراسة الشكل والملامح والجانب الفيزيكي للانسان ده بالنسبة لمين يا ولاد؟ ده بالنسبة العلم الانسربولوجيا طيب لما نيجي نفرق بين الانسربولوجيا وعلم الاجتماع هنعكس الحاجة اللي بتدرسها الانسربولوجيا بيمشي عكسها على طول علم الاجتماع تهتم الانسربولوجيا بدراسة الانسان البدائي يبقى عالم الانسربولوجيا بيروح للقبائل البدائية اللي هي ممكن تكون موجودة في افريقيا ممكن تكون موجودة في استراليا طيب عالم الانسربولوجيا بيدرس المجتمع من كل جوانبه دراسة كلية شاملة لان المجتمع بتاعه اساسا صغير طيب عالم الانسربولوجيا بيعيش داخل المجتمع اللي بيدرسه يعني عشان يدرس مجتمع معين لازم يروح يعيش جواه ويلاحظ السلوك ويسجل الاعراف والعادات والتقاليد طب بيستعين بمين؟ بيستعين بناس من نفس المجتمع احنا بنسميهم الإخباريين اللي بيعرفوه عادات وتقاليد وسقافة المجتمع ده طيب عالم الانسربولوجيا الوسط الطبيعي ليه ايه؟ هو المجتمعات المحلية الصغيرة ده بالنسبة لعلم الانسربولوجيا يدرس إنسان بدائي بيدرس دراسة كلها شاملة لازم يعيش جواه المجتمع الوسط الطبيعي ليه هو المجتمعات الصغيرة طب بالنسبة لعالم الاجتماع احنا قلنا الانسربولوجيا بيدرس الإنسان البدائي يبقى عالم الاجتماع بيدرس الحضارات الأكثر تقدمة يعني المجتمعات المتحدرة المعقدة بتاعت دلوقتي من صميم دراسة عالم الاجتماع طيب هيقدر يلمها كلها؟ أكيد لا لأنها كبيرة فهيدرس أجزاء أو وحدات من المجتمع دراسة تفصيلية شاملة زي دراسته مثلا لنزاو الأسرة زي دراسته لظاهرات التعصب أو الانحراف في مجتمع معين طيب ثالث حاجة معانا أن عالم الاجتماع مش لازم يعيش جوه هذا المجتمع ولكن يعتمد على الدراسات الاجتماعية والبيانات والإحصاءات عشان كده أغلب تحليلات عالم الاجتماع ما بتكونش كمية بتبقى كيفية لأنه عاش بعيد عن المجتمع واعتمد على الدراسات والاستبيانات والإحصاءات والمعلومات اللي بجمعت له عن هذا المجتمع رابح حاجة علماء الاجتماع بيدرسوا التنظيمات الكبرى والعمليات المعقدة زي المؤسسات زي الوزارات زي الهيئات وبيدرسوها بصورة فيها قدر كبير من المرونة ده بالنسبة للفرق بين علم الاجتماع والأنسر بولوجيا نيجي للخناء هتقول لي يا مستر هو فيه خناء أقولك آه ده حصلت خناء كبيرة جدا جدا وقطعوا بعضه وودوا بعض الاسم وعملوا لبعض محاضر علم النفس وعلم الاجتماع مين قبل مين خناء كبيرة جدا لفترة طويلة هل هنسمي العلاقة بينهم علم الاجتماع النفسي ولا علم النفس الاجتماعي يعني مين ياخد ضر البطولة؟ الأول علم النفس وده الفرع الثاني معانا اللي هو أساسا بيدرس السلوك موضوعات علم النفس بقول عليه علم دراسة الشخصية أو السلوك الناتج يعني السلوك اللي هيصدر الفرد لما يتعرض لمنبه أو مسير بيدرس قدرة العقل على إدراك الأحاسيس ومنحها معاني معينة ثم الاستجابة لها في نفس الوقت علم النفس بيهتم بدراسة العواطف والانفعالات والدوافع والحوافز والدور اللي بتلعبه فيه تحديد نمط الشخصية وأيضا بيوجد ارتباط بين الدراسات اللي بتتناول العواطف والدوافع وبين اللي بتتناول مشاركة الفرد في العلاقات الاجتماعية لأن علاقاتي مع الآخرين ما هي إلا عواطف تجاهها أولاق أو بتحركها عواطف ومشاعر تجاهها أولاق الآخرين نيجي نشوف الاتفاق بين علم النفس وعلم الاجتماع والاختلاف ما منهم يلطقي علم النفس وعلم الاجتماع عند علم النفس الاجتماعي خلاص بقى اسمه علم نفس الاجتماعي ما اسموش علم اجتماع نفسي يا علماء الاجتماع علم النفس الاجتماعي يا أولاد ده بيتناول قد أقول لكم بقى سلوك الإنسان أساسا بيبقى داخل جماعة أو معظم سلوكياتنا بتبقى انعكاس لما تلقيناه من الآخرين وما سوف نؤثر به على الآخرين فبقول أن علم النفس الاجتماعي بيتناول الوسائل اللي بتغضع من خلالها الشخصية أو السلوك الاجتماعي للخصائص الاجتماعية للفرد يعني وسائل إغضاع الشخصية أو سلوكي للخصائص الاجتماعية بتاعتي أو الوضع الاجتماعي بتاعي اللي أنا بشغله هنستشهد هنا بدراسات العالم سلو منقاش عن الامتسال والإدراك اللي أوضح لنا كيف أن العملية النفسية أو السايكولوجية اللي هي الإدراك بتتأثر بالموقف والسياق الاجتماعي وده بيؤدي لاختلاف الإدراكات بين الأفراد باختلاف المواقف يعني إيه؟ يعني غالبا ما يخضع الفرض للوضع الاجتماعي اللي بقى موجود فيه دلوقتي على سبيل المثال أنت محامي وليك حياتك العادية وبتخرج وبتصحب الناس وبتقعد على القهاوي فجأة بقت وكيل نيابة أكيد الوضع الاجتماعي الجديد هيفرض عليك أنموات معينة من السلوك هتخضع ليها علشان كده أنا بقول إن في وسائل بيخضع من خلالها الفرض لوضع اجتماعي معين قد يكون حصل عليه ده بالنسبة للجزئية دي اللي هي مرتبطة بالاتفاق ما بين علم النفس وعلم الاجتماع في علم النفس الاجتماعي طب الاختلاف ما بينهم علم النفس هلاحظ إن علم النفس يا أولاد بيدرس الشخصية والهوية وعلوم الأعصاب بهدف الشرح وتفسير الخبرات والمشكلات الفردية يعني بيقدم حلول للفرض حلول خاصة أما علم الاجتماع فبيدرس إيه يا أولاد الأثر الاجتماعي على الشخصية يعني الشخصية دي تشكلت أكيد فيه مؤثرات حصلت في المجتمع هي اللي قدت إلى تكوين هذه الشخصية اللي هي المصيرات الاجتماعية علاقتك بالأبوين علاقتك بإخواتك علاقتك بزميلك علاقتك بمدرسيك فرق المكان للعمل وعلاقتك بالناس اللي فيه يبقى معنى كده إن علم الاجتماع بيدرس الأصل الاجتماعي للشخصية وبيقدم حلول تستهدف إحداث تغيير على المستوى الجماعي علاقتي بغيري مش على المستوى الشخصي أو الفردي بكده انتهت حلقتنا النهاردة مع الجزء الأول من علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى أعزائي الطلبة والطالبات بكده نبقى انتهينا من الجزء الأول من علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى إلى اللقاء في الحلقة القادمة والجزء الثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته